السلام عليكم إخوتي وحبائي معكم أحمد خطيب من قناة تعلم اللغة التركية مع دليلك الخطيب اليوم رح يكون عندنا درس عن أسماء الإشارة في اللغة التركية كيف تشير وتقول هذا ذلك وكيف تقول هؤلاء رح نأخذ هذا الدرس ولكن قبل أن نذهب إلى الدرس رح نعطيكم حل الوظيفة الكتابية السابقة طبعا لم نشاهد إقبال بشكل كبير على حل الوظيفة نتمنى منكم أن تعطوا الوظيفة حقها كما تتعلمون من هذا الدرس نتمنى أن نشاهد منكم استجابة في حل الوظائف حتى نرى المتقدمين وحتى نرى مستويات الطلبة في التعلم نذهب إلى حل الوظيفة نرى هنا كيف حلنا هذه الكلمات كتبناها لكم طبعا من المفترض أن تكونوا قد شاهدتم الفيديو السابق وكتبتموها أنتم والآن تصححون هذه الأخطاء التي عندكم طبعا لو لاحظت هناك أخطاء ففي حرف ما من الأحرف هذه الكلمات لو لاحظت هناك أخطاء في الأحرف مثلا فتعلم أن هذا الحرف عندك مشكلة فيه وبعد ذلك تحسن هذا الحرف سواء نطقه أو سماعه أو كتابته نركز على الكلمات هذه حلول الوظيفة السابقة تدريب على الاستماع والكتابة تمام هكذا ننتقل الآن بكم إلى الدرس الدرس هو عن أسماء الإشارة أسماء الإشارة في اللغة التركية بسيطة جدا عندنا ثلاث أسماء رئيسية نبدأ بها باللغة التركية نقول بو يعني هذا بو فنقول بو ماسا بو ماسا يعني هذه طاولة بو كتاب يعني هذا كتاب بو قلم يعني هذا قلم وتستخدم هذا لليكن ماذا يعني يكن؟ بالقريب فنقول بو ماسا يعني هذه طاولة وتقصد بها إشارة إلى شيء قريب منك ثم الاسم الثاني هو شو شو ماسا لشيء أبعد بقليل نسميه أزاك بعيد يعني شو ماسا شو أرتمن يعني هذا الواقف هناك بعيد قليلا هو معلم يعني باللغة العربية يقابل شو كلمة ذاكة وآو ماسا أو يقابلها كلمة ذلك أو تلك أو ماسا تلك طاولة لتشوك وزاك تشوك وزاك ماذا تعني؟ البعيد كثيرا فعندنا ثلاث أدوات رئيسية للإشارة بو شو أو بو يعني هذا شو يعني ذاكة أو يعني ذلك أو تلك طبعا هذه الأسماء سربني عليها أسماء للجمع بعد قليل بو شو أو البعض ربما يخطر بباله سؤال أن هذه أو كيف أو تعني ذلك وكيف أو تعني هو طبعا هذا يعود إلى المتكلم المتكلم لو يريد الإشارة أو معنى الإشارة فكأنه يريد أو ذلك أو تلك لو يتحدث عن شخص حاضر أمامه فيقول أو دوكتور يقصد ذلك طبيب ولكن لو يتحدث عن شخص غائب فيقول أو دوكتور يعني هو طبيب فأو لها معنيان في لغة تركية تأتي بمعنى هو كضمير وتأتي بمعنى أو كاسم إشارة بمعنى ذلك أو تلك نعود إليهم بو شو أو طبعا لا أكثر استخداما في المحادثات اليومية بو غالبا ما تستخدم بو تستخدم هذه الكلمات مع إسمين للسؤال الأول هو كيم والثاني هو ني كيم تعني من وتستخدم للعاقل هو اسم للاستفهام من وهو للعاقل وعندنا ني بمعنى ما وتستخدم لغير العاقل فتقول بو كيم بو كيم يعني من هذا بو كيم أيضا لغير العاقل نقول بو ني ما هذا بو ني ما هذا للأشياء والحيوانات أيضا نفس الشيء شو فتقول شو كيم بمعنى من ذاك شو ني بمعنى ما ذاك عندنا الأخيرة أو كيم من ذاك أو من تلك أو ني بمعنى ما تلك أو ما ذاك لغير العاقل فعندنا اسمين استفهامهمات جدا يستخدموا بكثرة في اللغة التركية كيم بمعنى من و ني بمعنى ما نتمنى منكم أن تكرروا معنا ونحن نتحدث الآن معكم في الدرس حينما ننطق الكلمة التركية أن تكرروها معنا حتى تحسنوا نطق هذه الكلمات وحتى تصبح الكلمة مألوفة عندكم فنقول بون طبعا نتحدث عن هذه لاحقا في المستقبل بون بودولاب بمعنى ما هذا أو ما هذه هذه خزانة بو كيم بو أريت من بو كيم بو أريت من من هذا هذا معلم طبعا الآن هذه رح تكون وظيفة عندكم نتمنى منكم أن تتركوها لنا في تعليقات حتى نصحي لكم الأخطاء وحتى نرى أنكم استفدتم من القاعدة يعني يكون هذا من باب التواصل مع الطلبة نتمنى منكم أن تكتبوا لنا ما تعلمتموا في هذا الدرس نتشكل جمل كما في الأمثلة هنا فسنسأل أول سؤال سيكون إما للعاقل أو لغير العاقل فنقول عن هذا بو ن فنقول عن هذا بو كيم لأنها عاقل غير عاقل بو ن بو كيم بو ن بو كيم بو ن هذا السؤال الجواب سيكون بمعنى هذا الشيء بو ن بو أر بو كيم بو كز أو حسب بو توجوك بو ن بو تشيك بو كيم بو فوتبولجو بو ن بو آت بو كيم بو دوكتور بو ن بو سانداليه نتمنى منكم كتابة هذه الكلمات وحل الوظيفة طبعا هذا السؤال سيكون خاص لكم يعني أنتم ستحلون هذا السؤال بأنفسكم بدون مساعدة عندنا هذه الكلمات تبحثون عن معانيها لو لم تستطيعوا فهمها تترجمونها عبر المترجم وتضعوها لنا في هذه الجداول كيم ن فتسأل نفسك نتمنى أن تتدربوا لفظيا على هذه الكلمات بو كيم بمعنى من هذا بو ن ما هذا وتجيب بو بوليس هذا رجل شرطة أين سنضع بوليس هذا نتركه لكم تضعونه لنا في تعليقات نتابع الدرس عندنا يقول الآن بو شو أو لقد أخذنا هذه الكلمات بو تعني هذا شو ذاك أو ذلك كيم تعني من وني تعني ما ننتقل الآن معكم إلى جمع أسماء الإشارة بو جمعها بو لار بمعنى هؤلاء بو بو لار فتقول بو لار كتاب هؤلاء كتب ملاحظة مهمة جدا عندما نجمع بو لار بمعنى هؤلاء لا نجمع كلمة كتاب فلا نقول كما في اللغة العربية نقول هؤلاء الكتب لا نجمع في اللغة التركية كلمة كتاب فنقول بو لار كتاب هذا من الفروقات بين اللغتين شو لار للبعيد أبعد قليلا شو لار كتاب و أون لار كتاب بو لار أورينجي شو لار أورينجي هنا عندنا هؤلاء أولئك أولئك للأبعاد كثيرة أيضا عندنا من المصطلحات المهمة المنتجة من هذه الألفاظ عندنا كلمة برص برص تستخدم للمكان فقط فتقول كأنك تقول هذا المكان برص صنف هذا المكان صف شرص بناء ذلك المكان يكون بناء أرص أقول ذلك المكان البعيد هو يكون مدرسة أرص أقول صحيحنا؟ برص يعني هذا المكان شرص ذلك المكان وأرص ذلك المكان للأبعاد كثيرة لخص الدرس بكلمتين بو هذا شو ذاك أو ذلك للبعيد بو شو أو بو هكذا أولو أو هكذا أولو Bunlar kim? الجواب Bunlar öğrenci هؤلاء طلب فلا نقول Bunlar öğrenciler هذا خطأ الآن محادثة بسيطا واسئلة واجوبي Bu ne? Bu kalem ما هذا? هذا kalem O kim? O öğretmen من ذلك? ذلك معلم Burası neresi? Neresi? تستخدمي المكان يعني ما هذا المكان الذي نحن فيه برص صنف هذا المكان هو صف بلار كيم من هؤلاء أورنجي لار لاحظنا نستخدم الجماعة ولكن لم يضع كلمة بلار إما أن تقول بلار كيم تجاوب بأورنجي لار أو تقول بلار أورنجي انتبهنا إما نقول أورنجي لار أو نقول بلار أورنجي يعني نستخدم الجماعة مرة واحدة أورنجي لار تعني طلاب نتابع هنا هنا عندنا معاني هذه الكلمات تونطا رقم 11 بمعنى حقيبة إلمى تفاح كتاب بمعنى كتاب وقلم بالقصير الذي هو حاسوب فنجان هو الفنجان جيتفيل المصطرة طب ماكينيسي بمعنى آله حاسبة ودفتر دفتر تحت سبورة أو لوح هاريطة بمعنى خريطة بيرجل بمعنى فرجار هذا الذي يستخدم لرسم الدوائر ساعات بمعنى ساعة تمام هذه تطبيقات على الإشارة بإمكانكم أن تقرؤوها هنا او نه او كليما ما ذلك البعيد عنه هو مكييف او تحت ماذا هل تلك تحت هل تلك سبورة او تحت نعم تلك سبورة pipe البعيد عنه من أقول معنى زخمة يوم زخمة أوليك زخمة ما ذلك اولينك تلك سبيبي ما ذلك هذا مكيو هذاопрос هنا أيضا ما ذلك هذا كتب هنا يعني هنا ينبعنا الإجابة على شو ممكن تكون يعني لا يوجد فرق كبير بين الألفاظ ربما تكون شو بعيدة بالنسبة للسائل وبو قريبة بالنسبة للذي يجيب بيقول بو قلم بو قلم هل هذا قلم هير لا بو قلم ديل هذا ليس قلم بو دفتر هذا دفتر بو نا ما هذا بو سرا هذا مقعد نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم الفيديوهات الجديدة أيضا نتمنى منكم أن تحلوا الواجبات حتى يكون بيننا وبينكم تواصل وحتى نصح لكم الأخطاء التي عندكم الدرس القادم مهم جدا جدا سيكون عن القاعدة الثنائية التي تعد من إحدى قاعدتين مهمتين جدا في أسس وتعلم اللغة التركية أيضا نبني عليها قاعدة الجمع التي هي لاروالير انتظرونا في الدرس القادم نتمنى منكم أن تدرسوا هذه الدروس بشكل جيد وتتابعوها أول بأول كان معكم أحمد خطيب من دروس تعلم اللغة التركية سلسلة إسطنبول إلى اللقاء في درس آخر ترجمة نانسي قنقر